طيب خلونا ننتقل إلى أخبارنا الحلوة بقى من ضمن الأخبار الحلوة نهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد اقتصادي كويتي من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت الشقيقة وأكد الرئيس تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية طبعا ده بيحصل فضوء اللي بتتمتع بيه مصر على امتداد رقعتها الجغرافية يا سيدي المحترم من بنية أساسية حديثة بالمعنى الحرفي سواء بقى فيما يتعلق ما هو علشان نقول يا جماعة يلا بينا نتشارك لازم أقول للمستثمر الكويتي أن أنا جاهز هيقول لي طيب جاهز عندك طاقة أقول له موجود يقول لي طيب أصل الزمان أقول له لأ شبكة النقل والطرق بتاعتي توصلك لأي مكان أقول له طيب ويطار الحد المواني أقول والحد المواني طيب يا جماعة الإطار التشريعي زي ما كنت بتكلم من بارح بقى معاكم الإطار التشريعي المنظومة العدلية حزم القوانين أقول لك الإطار التشريعي بتاعنا جاهز حط فوق كل ده إرادة قوية حقيقية وقرار سياسي داعم إلى أعلى مستوى طيب هذا اللقاء بالتأكيد كان فيه تباحث طيب التباحث كان مخصوص إيه يعني عن إيه بشأن بقى إيه أفاق التعاون الاقتصادي دا علشان ما بيننا وما بين دولة الكويت الشقيقة علشان نقدر نحقق مصالحنا المشترك مش مصالحنا إحنا بس ولا مصالحهم هم بس المصلحة واحد زي ما بيت قال ترجمة نانسي قنقر